قال وزير العمل سمير مراد إن الحكومة تدرس صرف بطلقات تعريفية للعمالة الوافدة المتواجدة على أراضي المملكة وأوضح مراد خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية أن الوزارة ستقوم بتوفير أرقام تعريفية للعمال الوافدة مبينا أنه من لا يحصل عليها لن يستطيع أن يقوم بأي معاملة له في المملكة وأكد مراد أن العمال الوافدة المخالفة في الأردن كبيرة جداً مشيراً إلى أن هناك إجراءات جديدة خلال أسبوع للتعامل مع العمال الوافدة وفيما يتعلق بملف البطالة أكد الوزير أن هذه المشكلة لا تحل بسنة داعياً المتعاطلين عن العمل إلى التسجيل لدى مكاتب الوزارة